اشتركوا في القناة من فئة البود اللي هو من الفئة الاقتصادية خلونا شاب او شي نتكلم لما نقول ان الفئة الاقتصادية دايما احنا قاعد نشوف في كلمة احنا كنا دايما نقولها ان اي جهاز ناجح لما يكون فيه بزر وبشاشة وتحكم تهوية والمور هذي دايما ينزل منه فئة اقتصادية او فئة رخيصة تكون هي عبارة عن مواصفات اقل بحكم علشان ان الشركة تصيد اكثر من فئة من المستخدمين اللي يحب انواع التحكم عند الفئة الاولى واللي عنده اللي ما يحب اللي نظام اللي عبي ويستخدم ينزل له فئة ثانية لكن بنفس الوقت فيه اجهزة اقتصادية من اول ما انزلت اه هي ديزاينها اقتصادي اللي هي تكون بسيطة جدا عبارة عن بطارية اضاءة ال اي دي والبود فقط لا غير لا تحكم تهوية ولا شاشة ولا قوة ولا حتى مستويات ثلاث مستويات قوة طبعا هذا الكلام ينطبق على النسخة الرخيصة اولا الاقتصادية من الاجهزة الناجحة لكن لما اوريكم هذا الجهاز اللي هو جهاز الايكو ون من شركة الفيبرسو راح تفهمون قصدي لما تشوفون هذا الدزاين وراح نتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله لما تنزلون معي تحت الحين نزلوا معاي خلي عرفكم على الجهاز وفهمكم بالضبط شن اللي اقصده بالاجهزة الاقتصادية من هذا الدزاين او من هذا النوع ونكمل ان شاء الله تجربتنا لهذا الجهاز ونشوف هل هذا الجهاز يفرق عن غيره ولا لا وهل يتميز عن غيره ولا لا تابعوا ربيو خلونا شما بالحين نتعرف بالتفصيل شن اللي اقصده اللي قلته في بداية الفيديو ان احنا عندنا جهاز من الفئة الاقتصادية لكن من فئة ديزاين معين الحين بنتعرف على جهاز الايكو وان من شركة الفيبرسو وخلونا نتعرف عليه على السريع ونشرح لكم ان شاء الله بالتدريج شنو اقصد في هذه النوعية من الاجهزة بالنسبة لشكل العلبة وبالنسبة للمطبوع على الغلاف وهو راح يكون نفس اللون الخاص بالجهاز اللي داخل العلبة نشوف محتوياتها على السريع بالنسبة للمحتويات عندنا هذا بالنسبة عندنا بود اضافي ممتاز غير اللي يراكب على الجهاز عندنا هذا الجهاز شنو بعد عندنا دليل الاستخدام ممحتاجي لذاك الزوت وبالنهاية عندنا كابل الشحن من فئة التايب سي حلو تعالي الحين على النجم اليوم اتوقع شاب الحين اول ما شفته هذا الدزاين اكيد تذكرته هذا الجهاز اللي هو الام ون من شركة القيك بيب صح؟ شوفوا معاي بالنسبة للتصميم الحجم الفكرة شاب ان هذا الدزاين هو فكرة اقتصادية وشفنا اجهزة اقتصادية مثل السلم جو عندك الجي ثري لايت شفنا اجهزة اقتصادية لكن نقدر نقول انه في فئة من هذا الدزاين وشفنا اكثر من شركة تقدم هذا الدزاين اللي احنا شفناه من الام ون الحين قدمته اكثر من شركة ومعنا اليوم اللي هو الايكو ون فشركة الفيبرسو حابة انها تنزل هذا الدزاين بطريقتها اول معلومة رح اقولك انه شلون فيبرسو قدمت هذا الجهاز بطريقتها هي سعة البطارية سعة البطارية 1100 ميلي امبير سمعتوا ياي 1100 اللي يتذكر ترى هذا كان 800 بالرغم انه هو شكله الفرق ما بينهم موايد كبير يعني شوف الفرق نهائيا مو كبير لكن هذا 800 وهذا 1100 بالاضافة 13 واط ومعظم الاجهزة 13 واط جهازنا يقدم 16 واط وهذا شي جدا ممتاز على هذه الفئة من الاجهزة بهذا الدزاين فهمت الفكرة بشون ان فيبرسو اتقدم هذا الجهاز بطريقتها هذا اللي انا اعجبني الامانة بالجهاز انزين بالنسبة للبطاري بالنسبة حق البطاري ما في شي جديد سعته 2 ميلي بالنسبة للمبسم الرادي رح يكون ثابت او خللونا نتأكد او اتوقع ثابت اي ثابت وبالنسبة لطريقة التعبير رح تكون جانبية للاسف ما رح يكون علوي او بطريقة اسهل لكن اوكي تعودنا على هذه الشغلة وبالنسبة للمكان الخاص اللي هي تثبيت البود هذه هي الطريقة نشيل بس اللزقة ونعبي البود ونشوف بعدين طريقة الاستخدام مع بعض لا والله شوفوا التميز على مستوى الكويل لاحظوا الويندوز الخاصة بالقطن الخاص في هذا الكويل الطريقة الامانة مميزة وجديدة ملاحظين كمية القطن المكشوف لامتصاص الجوس جديدة هالطريقة هذه الامانة توني لاحظتها صراحة طريقة شكلها مشوقة ونوعا ما ليش؟ لان كمية الامتصاصة هتكون عالية فيعني انسى دراي هت وتوقع رح يعطيك طعم متشبع على الآخر في يلا ونسيت اذكر لكم شغلة بالنسبة للبود اللي كان راكب على الجهاز الاوم ماله 0.8 وبالنسبة للكويل او البود الاحتياطي 1.2 ممتاز اختيارين جدا ممتازين لاستخدامهم على المعيم الاجهزة يعني الفرد ما بينهم فعلا يفرق اللي فعلا يخليني اقدر اختار منه المناسب بالنسبة لي ان كان 0.8 او ال 1.2 وحاليا نحن بنستخدم ال 0.8 خلنشوف الحين مجرد ما يركب البود يعطينا اضاءة اوكي لاحظتوا اياي عندنا هذه بالنسبة اضاءة خضرة يعطيك بالنسبة لي سعة البطارية ما بين الاخضر والازرق والاحمر نوعا ما ما فيه اي مميزات يعني الرادي هذا النظام عبي وديها هذه بالنسبة لي فتحات التهوية نبين عليه انه راح يعطينا سحبة مكتومة واذا يبي اكثر مزيادة جدا سهل انك ممكن تسكر واحدة من هذه الفتحات هذا يعتبر كل شي للايكو 1 الحين خلنشوف بعد الاستخدام مستوى السحبة والفليفر والتجربة بشكل عام شنون هنت تعطينا اياها راح تعرفونه اياي لما تصعدوا معاي فوق شفتوا معاي بالنسبة لجهاز الايكو 1 من شركة الفيبريسو الفئة الاقتصادية اللي من هذا الدزاين اللي لما قارنت لكم اياه مع جهاز من شركات ثانية فهمته شنو قصدي انه فيه اجهزة انه تنزل بهذا بهذا الفكر اللي هو التصميم البسيط جدا ما فيه اي مواصفات لكن هو تميزه بتصميم واحد اللي هو التصميم هذا الناعم البسيط مع المبسم المختلف شوية اللي يعطيك شعور انه هو جهاز عملي جدا ولا ننكر شواب يمكن حتى اخواني بالاردن يوافقوني هذا الكلام انه جهاز شركة القيك فيب اللي هو الام 1 حقق ارقام مو سهلة في مبيعاتها عندهم بالاردن وهذا من واقع معرفتي بعض المحلات ومن بعض المتابعين وايضا على مستوى شركة القيك فيب قالت لي انه حقق نجاح جدا كبير فعلى هالاساس بين فترة وفترة لازم ينزلون جهاز من هذه الفئة فصار عندهم نوعا ما التزام في تقديم نوعية او تقديم منتجات من هذه الفئة فنقدر نقول احنا الحين ان شركة فيب رسو دخل نفسها في هذه الفئة اللي هي الفئة الاقتصادية البسيطة جدا لا تحكم لا على التهوية ولا على القوة ولا شي اللهم هذا الدزاين اللي نقدر نقول ان هذا الفئة تميزت بهذا الدزاين المميز نوعا ما لح تقدر تشوفها او تلاحظها من ان كان على الجهاز بشكل عام او ان كان على الممسم والبود انزين اول ميزة رح نتكلم عنها لما انت تفتح العلبة بالرغم منه وفئة اقتصادية ورخيصة الا انه قدم لك بودين وهذه شغلة حلوة لان معظم الاجهزة علشان توفر لك بالسعر تحط لك فقط بود واحد يكون راكب على الجهاز اهني قدم لك بودين صفر فاصلة ثمانية وواحد فاصلة ثنين اومات مختلفة بشكل جدا ممتاز بحكم على اساسها ممكن يعطيك تجربتين ممتازتين على اساس انت تختار اللي ناسبك ما بين هذه الاومات المختلفة سعة البطارية سعة البطارية جبارة مقارنة بالاجهزة اللي تكون من نفس الفئة وتقريبا من نفس الحجم لكن الفرق عن اقرب جهاز له من هذه الفئة 300 ملي امبير زيادة اللي هي 1100 ملي امبير هذه ممتازة على صور فاصلة ثمانية وواحد فاصلة ثنين انت قد تتكلم عن يومين مينموم يعني اذا انت 24 ساعة اطلع من البيت طول اليوم لا تفكر ولا تحاتي لان عندك 1100 على الصور فاصلة ثمانية وحتى الواحد فاصلة ثنين بالاضافة شنو زاد لك على هذا كله قوة الجهاز لان انا بالنسبة لي بعض الاجهزة اللي تستخدم الصور فاصلة ثمانية وقدرتها توصل الـ 13 واط نوعا ما فعلا تلاحظ انه محتاج انه يكون شوي اقوى فتضطر انك تستخدم الاومات اللي شوي المرتفعة لكن مع جهازنا يعطيك قوة وتوصل لغاية الـ 16 واط وهي ممتازة نوعا ما افضل بمراحل على الـ 13 واط عن باقي الاجهزة من الشركات الثانية فهنين دي قلنا نقول ان شركة تميزت باكثر من فئة او باكثر من جانب جانب بوجود البودات عندنا بودين باهمات مختلفة حلو عندنا جانب سعة البطارية يعني تعتبر هذي اعلى سعة بطارية بهذه الفئة احنا قام بتكلم بهذه الفئة تعتبر اعلى سعة بطارية بالاضافة ان اعلى مستوى واط يقدمه على مستوى هذه الفئة من الاجهزة 16 واط اوكي حلوة هالافكار اوكي يا بابريسو شديتي انتباهي على هذه الشغلات اللي انت حطيت ليها في هذا الجهاز التصميم جميل ناعم سليك مستوى حتى تصميم البود مع المبسم من اروع ما يكون كلها تمام بطارية بودات المهارية اني نحن حق الاستخدام اول شي ابيكم تسمعون معي مستوى التهوية لانت اعرف تهوياي ان احنا عبارة عندنا فتحتين اصغار عندنا هذي فتحة وفي عندنا فتحة ثانية من الناحية الثانية سمعوا معي مستوى التهوية شوفوا معاي التبخير وهذا 0.8 شوف التبخير تبخير راح تلاحظ على الثلاثة عشوات بالصفر او اوم 0.8 مع اي جهاز ناني راح تلاحظ هذا شي من التبخير وركزوا اياي حتى لو تبهي الدليل ارجع على فيديوهاتي شوف اي جهاز من نفس هذه الفئة لما احط 0.8 شوف مستوى التبخير وقارنا بالتبخير اللي انت قاعد شوفه اياي ولا اروع مستوى الاداء على مستوى الاداء احنا قاعد نتكلم وسمعتم مستوى التهوية نوعا ما شوي واسع شوي ففي حال اذا انت تبيضيج انا بالنسبة لي لقيت طريقة اصكر الثنتين مع بعض باصابعي بهالطريقة هذي اصكر الفتحات بهالطريقة اسمع الحين معاي مستوى التهوية هذا ذوقي انا بالنسبة لي هذا ذوقي حتى على مستوى حرارة البخار ارتفعت معاي شوية فانا هذا بالنسبة لي ذوقي خصوصا مع استخدامك لنكات الدزيرت او نكات التباكو انا افضل انها تكون بهذه الحرارة اعود لها من الشيطان في حالة انت كنت مو حاب انك تسوي هذه الحركة شايفين هذه الرنقات الربر انا عندي بس ما لقيتها الامانة الرنقات الربر اللي معاها اللينيار علاقة العلاقة الارقباء تقدر تسكر فيها على اساس الفتحات وخلاص تستخدمها باقل مستوى تهوية شلون مستوى الفلايفر واو واو جد واو اللي بيستخدم نكات الدزيرت العجين الكريمة الكسترد التوباكو راح يستمتع مستوى الفلايفر اللي بيطلع لي من هذه يا سلام يا سلام شواش هاي فينا التبخير ملاحظين وياكم ميس التبخير قاعد تطلع وياي بحكم ان هذا الجهاز قاعد يعطيك 16 واط حتى البخار يطلع معاي دافي شوف 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 واو واو الجهاز يعني شوف انا قاعد اتكلم لك على هذه الفئة من الاجهزة اللي هي الاقتصادية البسيطة جدا ولما اقارنها بغيرها المواصفات او المعلومات او الاضافات اللي ضايفينها على هذا الجهاز يخلي يتفوق على غيره اللي هو ما بين سعة البطارية البدين الموجودين وقوة الجهاز اللي توصل معك 16 واط هادي مميزات يخلي يتفوق نظريا عمليا انا بالنسبة لي اداء الجهاز قوته مع تسخيم مستوى حرارة البخار اللي قاعد تطلعوا اياي في استخدام هذا الجهاز بالاضافة الى مستوى الطعم فعلا يفرق عن غيره يعني شوف اذا انت كنت من مستخدمين ويراح الامون ما لقيك فيب لازم تجرب هذا وتشوف الفرق ما بينهم لازم لانك راح تحس بالفرق متعة ثانية حق الاشخاص اللي يحبون هذي الفئة من الاجهزة اذا قاعد اكرر لك هذه الكلمة علشان لا تقارن لي باجهزة ثانية من فئة ثانية في عندنا فئة اقتصادية بسيطة بسيطة جدا اللي هي تنزل بهذه الحالة دائما هذا يعتبر كل شي لجهاز ايكو وان جهاز موفق جدا وللاشخاص اللي يبون اجهزة بسيطة جدا عبي وتدي حلوة طلعت وياي عبي وتدي حلوة حلوة طلعت ما هي من غير من غير خطط لها اللي يحبها النوعية هذا الجهاز راح يكون فعلا مناسب جدا حتى لدرجة تقدر تقنع فيه مدخنين السيجايرة انه ممكن يستخدمون هذا الجهاز اتيب لها الجهاز اتيب لها نكة تباكو حلوة تعطيه هذا الجهاز راح تكون اعظم هدية منها عطيتها شي محترم ومنها خليتها أتيب لها فيه